السؤال اللي بعده السلام عليكم يا دكتور أنا بنتي عندها ست شهور ربنا يا خلي وكنت بدأت لها أكل من الرابع ليه كده بدري كده عشان عندها سوق تغذية آه وبتاخد طبيعي وصناعي حاليا أأكلها بروتين ورز وكده ولا إيه طيب الطفل عندها ست شهور وحضريك بدأتي الأكل في الرابع وده معاد مبكر قوي وإحنا قلنا جماعة أن الأكل بيبتدي بعد نهاية السادس وقلنا زمان قوي مش زمان قوي يعني بس أنا بتكلم ما أنا بتكلم دلاتي في حاجة وخمسين سنة في السبعينات والثمانينات كانوا الناس يقولك إيه ابتدوا أكلوا كانوا دكترة حتى يقولوا إيه ابتدوا أكلوا الأطفال من الرابع هذا الكلام مع التطور الطبي وتطور الأبحاث الطبية اكتشف إن ده غلط لإنه التأخير بقى من الرابع لنهاية السادس زي ما قلنا بيوفر علينا حاجات كتيرة قوي بيخلي الطفل ما يجيلوش حساسية أطعمة وحساسية الأطعمة دي من الموضوعات المهمة قوي فإحنا يعني نسبة كبيرة قوي تقارب التمانين في المئة من الأطفال ممكن ما يجيلهمش حساسية أطعمة ويا ما ناس نقولك ده عنده حساسية ضد كذا وعنده حساسية ضد كذا وضد اللبن ضد الفراولة ضد البيت كل الموضوع بس إن إحنا نزود فرصة الطفل ده إنه ما يبقاش عنده حساسية ممكن النسبة توصل لتمانين في المئة ما يبقاش عندهم حساسية يعني تمانين طفل من كل مئة ما يبقاش عندهم حساسية أطعمة إذا بس أخرنا ادخال الطعام لغاية نهاية السادس فحديك بدأتي بدري طيب ما إحنا مش هنعرف نرجع الزمن لكن نعرف نتدارك الخطأ خلاص طبعا يعني النصيحة بقى اللي تقالت لك أصل هي كان عندها سوق تغذية ولا إيه زي ما تقال في السؤال كان مصدر الحقيقة اللي أنا هرجعه للسؤال تاني أهو كان عندها سوق تغذية أهو أنت حديك قلت في السؤال كان عندها سوق تغذية الحقيقة بقى أن النصيحة دي أيا كان مصدرها مين هي غلط يعني أنا مش عارف مين اللي قالك أنه عندها سوق تغذية فابتدلها بالأكل غلط أنا بقولك وهو غلط حتى لو للا حضرتك كده دكتور ده غلط ليه؟ لأن الغرض من بداية إدخال الأطعمة الخارجية للأطفال في الشهر السادس الغرض مش تحسين وزن خالص الغرض هو تعريف الطفل على الأطعمة تعريفه يعني أن إحنا بنعرف الطفل على الطعام بنقوله أن فيه حاجة في الدنيا غير لبن الرضاعة فإنك ترهني أو إنك تتوقعي أن مثلا طفلة وزنها قليل فهتتصلح وزنها ده لما نأكلها ده غلط تماما لأن في هذا العمر المصدر الرئيسي للنمو الخاص بالطفلة دي أو أي طفل في العالم هو الرضاعة سواء الطبيعية أو الصناعية وحضرتك أيلة في السؤال كمان إنها بتاخد رضاعة طبيعية أو الصناعية فواضح إن حضرتك عندك أزمة في تصور إن بنتك عندها سوق تغزية وعندها كذا والملفت بقى إنه في السؤال ده حضرتك ما قلتيش وزنها قد إيه؟ يعني ما ذكرتيش الوزن أنا بقى هقولك حساب الوزن المثالي عند ست شهور فاكرين الحلقة اللي فاتت كنا جبنا سيرة قلنا إيه؟ قلنا إن إحنا بنحسب الزيادة الأسبوعية أنا بتكلم عن الزيادة المثالية قلنا إن الوزن بيزيد أسبوعيا خلال أول ثلاث شهور 200 جرام تحديداً 198 جرام بس قلنا 200 جرام وقلنا إنه كل شهر عندنا في الطب أربع أسابيع يبقى الشهر بـ 800 جرام دول أين شهور الأول والتاني والتالت طيب الرابع والخمس والسادس الزيادة الأسبوعية المثالية كام؟ كل أسبوع المفروض طفل يزيد كام؟ يزيد 148 جرام يعني نقول 150 يعني يزيد في الشهر 600 جرام فاهمين قصدي؟ ده في الرابع والخمس والسادس يعني في الأول والتاني والتالت يزيد في الشهر 800 جرام إنما في الرابع والخمس والسادس يزيد 600 جرام حل؟ طيب تالت تلت شهور من السنة الأولى يزيد 113 جرام أسبوعية إحنا حرين بقى نخليها 115 او مية وعشرة انتو حرية خلاص مش هتفرق التلاتة جرام دي يعني او اتنين جرام تمام اما نهاية السنة اللي هو اخر تلات شهور في السنة الاولى الطفل بيزيد مثاليا واحد وسبعين جرام وسبوعين يعني نقول سبعين جرام خلاص بناء على كده نقدر نحسب الطفل بقى اللي عنده ستة شهور الطفل عنده سبع شهور طفل عنده ثمان شهور بنسبة لحضرك بتقولي بنتك عندها ستة شهور فوزنها المثالي في المتوسط بحسب وزن الولادة يعني الافريج او المتوسط المفروض ان وزنها ما يزدش عن ستة كيلو وتسعمائة جرام تمام فبالتالي نوع الاكل بقى في السؤال اللي هو اكلها رز وبروتين غلط ده غير ملائم طبعا تمام فده غلط المفروض ان احنا بنأكلها اكلات ابسط من كده بكتير او لانها لسه بتتعرف على الاكل وزي ما بقوله هو بكرر او زي ما قلت مش مطلوب من التعرف ده مش مطلوب من الطعام الخارجي ده انه يحقق وزن خالص مطلوب بس ان الطفل يتعرف على الطعام ويتقبله تمام كده